أصدق جيدة عم تحقق أغنية النجم العربي ولد توفيق الأخيرة قلبي وقلبك فرحة أبواليد بها الأغنية كبيرة ومن القلب بحسب ما تحدث للزميل فراس حليمة أستاذ مبروك الجديد الله يبارك بعمرك يا رب حبيبي شوالي الحلوة هيك عاملة أصدق حلوة خبرني مبسوط فيها مبسوط فيها لأنه بتعبر عن ما إحنا فيه بالكورونا لا قادرين نشوف حبيبنا ولا أصحابنا حتى ما قادرين نحن نولادنا ولا أقرب الناس لألنا فالأغنية حساتها بتمس البعد والاشتياء والغربة لو تعطيني جناحك يا هالطير اللي قبالي بدي زور أحبابي كتير حبات الكلام لإيهاب غيث شاعر أردني ووزع محمد القيسي وحبينا الناس أهم شيء أهم شيء أنه حبوا الناس الحمد لله الأغني من ألحان وليد اللي سبق ولحن أجمل أعماله بالسابق تلحين مش تركيب ولا تفصيل هاي بتبقى من عند الله عز وجل أنا بلشت ملحن أنا بلشت أعزب عوده لحن فعندي إياها من بداياتي يمكن أول لحن عملته بحياتي لفيت المدين ولي من هذا الجمال وكتير أغاني عملتم بس ما كنت قول كنت ركز على وليدتو فيه اللي بيغني لحتى يكون عندي مجال كمان أي ملحن ما يحس بحسسيه لما بدو يعطيني لحن فكنت أخفي إني بلحن لكن تمانين بالمية بتل ما قلت فيه راس يعني إذا من عدن أشهر يعني إذا منبلش من هلا من يا بحر يا بحر لا تقولي عمري خمسين لا تعودني عليك إذا منروع على العصفور انزل جميلة على الساحة على كوبريس تكتوبر وحدك حبيبي ومش بس ألحنه الخاصة والد كامل لحن بيستيبق لنجوة كرم بس كان كل حقلي بيولدتو فيه لأنه أنا مدير وليدتو فيه وأنا اللي بيهلك مع وليدتو فيه بعد تلغني هيديك اليوم حبيبة قلبي نجوة نجوة بحبة كتير بعد مردت علي خبر بتاع في الكورونا شوي هلم لخبطتنا كلنا يعني إن شاء الله بيكون فيه تعاون واليوم عم يتحضر لعدة ألحان رح نسمع بأصوات أهم النجوم هاني أخذ غنيه الحمد لله هاني شاكر الصوت اللي بحبه ومبسطت إنه حيضيف لمكتبتنا أغني بصوته باللهجة اللبنانية فيه لصابر كمان أنت وحشتني فيه لملحم زينا الصوت اللي بحبه كتير ونيوي أعطي رامي عايش بحب صوته لرامي بحب شخصيته من الوقت ما كنا بالمغرب وعدتوا بيه إن شاء الله إن شاء الله بس تتروحها الكورونا وصيروا يقدروا يزورونا بعيدا عن هالموضوع ارجعنا مع وليد للحديث عن الكورونا وأجوئه أول مرة بحياتي بيقعد ثلاثة شهر بلبنان وشونة دمان أني ما كنت كتير قاعد بلبنان رغم الكورونا ورغم الظروف اللي عايشين اليوم الله يعين العالم صحيح عم نضحك ونحكي أنا وياك بس قلوبنا عم تتمزق بالشيء اللي عم بيصير اليوم بلبنان بس أول مرة بيقعد بلبنان ثلاثة شهر بس أنا تحديت الكورونا في رأس تحديتها بالرياضة تحديتها بالإنتاج عملت قونتين باللهجة العرائية غير قلبي وقلبك لقازم السعدي والحاني توزيع شيرو هنسمعه إن شاء الله قريب وبالفعل لقاءنا مع وليد كان أثناء العمل على هالأغاني العراقية بستوديو ماستر جيت إلى جانب هالأعمال رح يقدم أبو وليد جرز جديد من ألبوم أغاني أحبابتها بتعمل عم تحضر أغاني أحبابتها جديدة خبرت كل شي يعني أي كمان دخلت على ألبوم تين اللي أحبابتها شو شو اخترت يعني ما بدي يقول كل شي هلا لا أم كالتوم عبد الحليم شو يعني رحت شوية للإشياء اللي بعيدة عن الكوميرشل شوي رح رحت شوية للإشياء اللي ناس مش كتير كتير بتغنيها ولا رحت الأغاني اللي كتير معروفة لا اللي كتير ما بيغنوها الحقيقة بتلعود تعيني يعني حيارت قلبي معاك عم الطلب ما بيسألش علي أبدا بحبه كتير عبد الحليم أحضان الحبايب صعب كتير ما بدي يقول كل شي هلا خلص بالعودة لأجواء كورونا أبو وليد كان احتفل بعيده هالعام مع ولاده ولكن عن بعض ومن خلال السكايب كان كمان كتير مختلف يعني من خلال السوشيال ميديا ولادك أحبوه عيدوك هيك على التليفونات خير ما بحب بعيد الميلاد أنا ما بحبوه حدا بيفرح بيروح من عمره سينا حدا بيغنى أنزل لي جميل على الساحة الوطن العربي كله بيحتفل بعيد ميلاده بيصوتك أنا بحب الغنية وبعتز فيها أني لحنتها وأني موجود بكل عيد ميلاده وحيي كل حبيبي وكل الفانس تابعوني بحبكون كتير وبغنى أنا بعيد ميلاده أخيي بس عيد ميلادي أنا بحس بطل ما قال كنت دي كل يام عمقول لناس بحبوهن لك في جملة ما كنا نحسة بأنت عمري ابتديت دلوقتي بس أحب عمري ابتديت دلوقتي بس أخاف للعمر يجري بطل ما لك شاب وشاب يجري مش عالشباب بالعمر الحياة الحلوة والعمر حلو أنا بالعكس كل ما عم بكبر بحس حالي متمسك فيها؟ متمسك بشو؟ بالحياة بالفن بالأضواء؟ أنا مع الله أنا لا لا الأضواء ما كتير صدقني عشانك بتقولين ما بهجوم إذا بديهجوم بسكوبات أنا أبو سكوبات إذا بديه وأبو الشاب ما بعرفها ولا تعودت عليها لكن أنا مع الله عز وجل أنا دايما مع الله اللي كتب لي أنا بعمل لي علي بيشتغل عندي محبين عندي الناس حولي وبقول يا رب تنزل يا جميل في الساحة وتمختار كده بالراحة أنا أدعينك مع أني وليفت أنه شغف والدته في الفن ما زال بيأوجه نشوف عندك بعد حماس الشباب اللي عم بيبلش شغله يعني بس تكون عم بتعمل غنية بعده عندك نفس الشغف نفس الحماس مع أنه أعطى عليك نجاحات قد ما بدك أقول وشو بقوله بتونس بيعه دم لحطي يحضروك وبغير دول عمله وفي مسارح عملت فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة مسارح عالمية يعني عشت المجد الفني بشكل كامل بعد بعد عندك هيدا هيدا الشغف الله يديم عليها النعم ويديم عليها الشغف هيدا لأنه بلاه هيدا بتنتهي بتصير أنت بطل المية الرائدة أنه عايش على أمجادك لا أنا وكلامك صح بالمية مية في راس والله العظيم والله العظيم بصدق كأنه مبلش مبارع نفس الحماس نفس الحب نفس العطاء نفس الدحك اللي قال الله عاطيني يا هيدا من عند رب العالمين حرجينا شو بتقلي حرجينا هلك أنا مني شو بتقلي بسم الله عليك بتقلي بسم الله عليك بتقلي بسم الله عليك بتقلي بسم الله عليك هيدا نفس الحماس مع لبنانية شايف الظروف اللي هني فيها وانت ترابلسي وشايف كمان الوضع بترابلوس والناس شو عم بتحكي شو عندك تقول انا قبل ما اكون ترابلسي لبناني وقالي الفخر اني من ترابلوس الحبيبة عروسة الصورة وهذا الشعب الطيب المدينة الطيبة بناسة واهلة بلد الفقير شو بدي يقول قلبي وعم يجعني انا واحد احنا مش من عيال اللي اغنية بتربيتنا اغنية بنفسنا اغنية بشغلنا الحمد لله فوجع كبير بطرابلوس وغير طرابلوس بعلبك نفس الشي جنوب باعتاد بكل مكان لكن عم نحكي عن طرابلوس وشي بيوجعني انه ما عنا شي بطرابلوس في راس يعني لو عملوا بس المرفأ لو عملوا مطار لين يكون في مطار بطرابلوس يعني شو المانا طرابلوس يا أرض النور وملأ خير الزبع ضحور طرابلوس يا أرض النور وضع طرابس كتير صعب قلتلي مرة الماضي انك رحت وشفت ناس بخصوك وقرب منك وشفت الظروف صارت صعبة يعني قلتلي يعني عايب احكي بس يا دل هاي الحقيقة يعني هاي الحقيقة وبنعمل اللي بنقدر عليه واحنا ممنوع نقول شو بنعمل الايد اللي بتاعتي هاي ما تعال في ايد التاني لكن وضع صعب كتير وما بنقدر نكفي احنا بس فيه بدي وجه تحية لكتير جمعيات وايادة بيضة كانت عم تشتغل الحقيقة من كل قلبي بحيي هون وأنا بقول باللبنان لو ما فيها الجمعيات والأيادة البيضة لكنها بكارسة كبيرة ولته فيه عاش لبنان بأيام العز واليوم عم بعيشوا بأصعب ايامه لا شك انك انت عيشت الظروف يعني عيشت فترة الحرب وعيشت فترة السلم وعيشت أحلى فترات قطع في البلد فترات العز اللي عاشوا لبنان وعيشت كمان فترة تكسير الداونتاون وحريق المحلات هذا لك انا قلتها ديك اليوم انا بعرف ممكن كون انا منطفض ممكن كون اه بثورة طالع لحتى عبر صرخ بس اني اشتم دركي او قاجم على ابن الجيش اللي هو خيي وحبيبي واضرب ملوتوف او اضرب حجر ايدي انا ولا ممكن قبلها لانه مين الجيش نحن الجيش نحن الدرك اهلنا كمان انا بفهم انه الجيش يجب يطول باله شوي في بعض منهم بيعصبوا بيعضوا على خطرهم انا لو واقف وواحد سبني ما حاسكت عمين سبوا يندربوا حجار وكمان مطلوب من ابن الجيش ابن الدولة يطول باله على المواطن اللي هو مسالم واللي هو ضمن الادب يطول باله على شوي لانه بحالة يرسلها لكن اني شوف ناس انا عم نتكسر محلات وبنوك وواجهات وارزاق الناس انا هادا كله زعلك منش هاد بيروت عم تتكسر انا بكيت دمت عيوني بطرابلوس ببيروت ولاه طيب طيب لاه ما هادا ما هادا لك هادا لناس قضت حياته لحتى عمرت هالمخزن او هالمحل يعني شي مرفوض مرفوض نهائيا ابدا ابدا وكان لابد من رسالة خاصة للثوار احنا بوضع خطير انا بقلكم رايحين للأصعب رايحين للأخطر اذا ما منكون على قد المسؤولية كدولة رايحين للأخطر ورايحين للأصعب والله يسطر الله يسطر ما بود الله يسطر انت اليوم اذا زلت على الشارع لحتى تتظهر شو بتكتب عليها فطل وكتحمله انا لبناني انا لبناني بدي عيش حر بدي حقي انا يعني في ناس في ناس راحوا فلوسها بالبنك في راس ما مع غيرهم هو دي شقة عمرهم وحياتهم منا وجر يعني عم تروح تنزل توقب بالبنك انت صار كأنه البنك عدوك والموزف البنك ما زنبوا هيدا حرام بس صار بحس انه بيخاف منك يعني خلقوا خلقوا فجوة بيننا وبين الناس وبين العالم شي مش طبيعي ورايحين بعدين ما منعرف صار في زل كمان انهم يعني ما بعرف يعني صعب اكيد ما كل فلوسنا من لبنان ولبنان لبنان وما بدنا غير لبنان بعدين هدا مش حكيه كل عمره لبنان كل عمره اللي بيميزه غير طقسه وصياحته وخدماته المصارف والبنك المركزي هدا ميزي عنا كل عرب حطين فلوسنا عنا يعني اذا راحت هاي كمان مصيبة خاندعي كلنا سوا يا رب الله يفرجها لكن السورة مح توقف وحننزل كلنا بإذن الله حننزل كلنا حننزل بالأخير ومع هالسؤال انتهى لقاءنا مع أبو الوليد وتمنى ينيله الصحة ودوم العطاء والنجاح الكبير لقلبي وقلبك وغيره من الأغاني اللي عم بحضره أغاني أغاني بحبك بتسلينا وبتبسطنا وبتحط أغانينا بحضره من الأغاني لقاءنا ومع أغاني لقاءنا ومع أغاني اللي عم بحضره